السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة نتدبر وإياكم سورة عظيمة من القرآن الكريم وهي سورة المدثر وهي تالت سورة نزلت على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكما لا يخفى على كريم علمكم في الحصة الأولى تحدثنا عن سورة العلق هي أول سورة نزلت على النبي الكريم تدعوه إلى التدبر العلمي اقرأ باسم ربك الذي خلق وبعد ذلك تدبرنا سورة القلم وهي ثاني سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيها الأمر بالتدوين تدوين المعلومات والعناية بالمنتوج العلمي اليوم تالت سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة المدثر والتي قال فيها سبحانه وتعالى في مطلعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ سبب النزول أيها الأحب الكرام أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان قبل أن يكرمه الله بالنبوة وبالبعثة كان يتدبر ويتأمل في ملكوت السماوات والأرض ويبحث عن الأجوبة للأسئلة التي تتلجج في صدره من خلق هذا الكون وما حقيقة الإنسان ولماذا خلق البشر وما هي الغاية من الوجود وما السبب في الصراع بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر أسئلة كثيرة فبعت الله تعالى برحمته لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا المعلم هو جبريل عليه السلام فأنزل عليه أولا صورة العرق صورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم صورة القلم نون والقلم وما يسترون سيدنا النبي شعر بالخوف وشعر بالجزع لما رأى هذا الأمر الجسيم فما دفعل سيدنا النبي سوف يجري ويدهب إلى بيته ويتغطى في ثيابه أراد أن لا يواجه هذا الأمر العصيب ما إن دخل إلى بيته وتغطى بثيابه حتى جاءه الملك من جديد وناذى عليه يا أيها المدثر أي يا أيها المتغطي بثيابه قم نداه الله تعالى بالليم والعطف نداه بيا أيها النائم في ثيابه وقيل أيها المتدثر بالنبوة وأثقالها قم قم يعني لم ننزل عليك يا محمد هذا الوحي لكي تنام ولكي تتغطى ولكي تبتعد عن الدنيا بل لكي تقوم بواجب الدعوة قم فأندر قم من ثراشك وأندر الناس أندرهم بعذاب الله الأليم لأن الناس في زمانه كانوا على ضلال كانوا على الشرك كانوا بعيدين عن الإيمان وكان القوي منهم يقتل الضعيف ويسرق ماله وكان الناس يتفاخرون بالفساد والإفساد ويعتبرون ذلك مكرمة وكان الخمر والربا وغير ذلك من الأمور أشياء طبيعية فربنا سبحانه وتعالى طلب من نبيه أن ينذر يا أيها المدثر قم قم فأنذر لما نزلت هذه الصورة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته أمنا خديجة رضي الله عنها لقد ذهب وقت النوم يا خديجة ذهب وقت النوم ولهذا العلماء والفقهاء والدعاة لما يقرؤون هذه الصورة في مطلعها يعلمون بأن الخطاب موجه ابتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا الخطاب موجه لكل الأمة فكل مسلم عليه أن يكتفي بالقليل من النوم وعليه أن يقوم بالواجب المناطبه كل واحد منا لابد أن لا يبقى اليوم بكامله وهو نائم اليوم بكامله وهو مسترخي أيها النائم قم قم من فراشك وتعال للقيام بواجباتك ما هي الواجبات التي أمر بها ربنا عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا أيها المدثر قم فأنذر لابد أن تحذر الناس إنهم على جرف هار إنهم في خطر والعصر إن الإنسان لفي خسر عليك أن تنذر الناس من الشرك ومن الظلم ومن الفساد ومن القهر أنذر وربك فكبر أي عظم ربك تعظيما عاما معنى التكبير هنا ليس فقط مجرد أن ترفع صوتك بالتكبير وتقول الله أكبر الله أكبر كبيرا وإنما أن تنتصر لدين الله وتنتصر للشريعة الله وإذا كنت في نقاش مع الناس فدائما لا تشعر بأنك ضعيف أنت في موقع القوة لأنك أنت تتحدث عن الدين وعن العقيدة وعن الشريعة فكبر ربك ونزهه وعظمه تعظيمة بالتناء عليه قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر أي محمد تطهر من النجاسات وكان الناس أيام زمان في الجاهلية يكبرون على الآلهة والأصنام وعلى الأمور التافهة فقال كبر ربك وكان الناس لا يهتمون بطهارتهم كانوا فيهم نجاسات الرجل يجامع المرأة ولا يغتسل من الجنابة ولا يعرف شيء اسمه الوضوء ولا ما هو رفع الجنابة ولا هو الغسل من الحيض ولا يعرفون شيئا من ذلك فجاء فقه الطهارة فقه الطهارة وطبعا الطهارة هنا هي طهارة ظاهرية وطهارة باطنية فالضهارة الظاهرية هي في الجسم والثوب والمكان أن يكون نظيف خالي من النجاسات والأوساخ والطهارة الباطنية هي طهارة القلوب والنفوس ما فيها لا غل ولا حقد ولا عنف ولا ظلم ولا بغي ولا عدوان يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطغير والرز فهجر يعني أهجر الأعمال الشرك كلها الرز هو عبادة الأصنام وأعمال الشرك والتقرب إلى العرافين والبحث في الغيب كل هذه الأمور هي من المحرمات الغيب أمر ربنا استأثر به ونهان عن البحث عنه لأنه يدخل في دائرة علم الله والذي يبحث عنه عن طريق العرافين والعرافات والذين يبحثون عن المستقبل ويقيمون مجموعة من الوسائل إما الفنجال أو الرمل أو الأسهم أو غير ذلك كل ذلك ينبغي أن يهجره المؤمن والرز فهجر ولا تمن تستكثر أي إذا قمت تعبد الله تعالى لا تمنى على ربك بالعبادة بعض الناس ربما قد يعبد الله ويصلي ويفعل الخير وكأنه يمن على الله وقيل المعنى يعني لا تمن على أحد من الفقراء أو المساكين أعطيته مالا فتقول بأنك أعطيته ما لا يستحق فيضيع أجرك يضيع الأجر فكل عمل قمت به سواء مع الله تعالى أو مع خلقه إياك أن تمن على العباد ما أعطيته قل بسم الله الله تقبل وإذا لم يكن عندك قل كلمة طيبة الله سهل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطغهر والرز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر والمعنى يا محمد اصبر على الأمور التي سوف يكلفك بها الله تعالى ربك سيكلفك بأوامر ونواهي وسوف يأمرك بأن تدعو إلى سبيله وفي طريق الدعوة إلى ربك ستواجه العديد من المطبات ستجد هناك الكثير من العرقيل ستجد هناك الأعداء الذين ينصبون لك المكين عليك أن تصبر اصبر ولربك فاصبر فكل مؤمن عليه أن يصبر على عبادة الله كان يصلي أو كان يصوم أو كان يزكي يصبر ليقوم بهذه العبادة وإذا كان يتعامل مع الناس فقد يتعرض للأذى يتعرض للنقد يتعرض للتجريح يتعرض للطعن من الخلف يصبر يصبر وخصوصا العلماء والدعاة الذين يحملون رسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فطريق الدعوة هي مليئة بالشدائب فيها الفقر والحاجة أولا ثم فيها النقد الخارجي من الآخرين ثم فيها قيام بالواجبات كل هذا يحتاج منك أن تصبر وأجرك على الله لأن الله تعالى أعد للصابرين أجرا عظيما بعدها ربنا عز وجل ينتقل لكي يتحدث عن مشهد من مشاهد البعث والنشور فيقول جل علاه فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير هنا ربنا عز وجل يحدث نبيه يا محمد لا تظن بأن حلبة الصراع هي الدنيا فقط الدنيا قصيرة غدا سيودع الجميع القاتل والمقتول سوف يموتون جميعا لا أحد سوف يبقى فوق الأرض الكل سوف يدخل تحت الأرض ثم يبعتون يوم البعث والنشور سيأتي القاتل والمقتول ويقول المقتول يا رب هذا قاتل اسأله لما قتلني فعليه أن يجيب ذلك يوم عظيم يوم المحاكمة يوم البعث والنشور فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في البخ يوم القيامة الله تعالى ستأتي هناك النفخة من مظاهر العظم الإلهية هي أكثر من الزلزال وأكثر من البراكين وأكثر من الفياضانات وأكثر من فوريس كورونا وهو أخطر شيء سوف يقع للبشرية في آخر الزمن هو ما يسمى بالنفخة أن الله تعالى يأمر فينفخ في البوق نفخة عظيمة تسمى نفخة البعث والنشور فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير أي يوم صعب لأن الناس يكونون في قبورهم من شدة الصراخ والعويل يقومون أحيا يقومون من قبورهم وقد دبت فيهم الحياة يوم عسير يوم صعب الشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر والناس يخرجون بالآلاف بالملايين بالملايير بأعداد لا تحصى كل البشر جميع الحضارات وجميع الأقوام وجميع الأزمنة في وقت واحد على أرض واحدة الكل يقوم فذلك يومئذ يوم عسير صعب شديد على الكافرين غير يسير أشد الناس عذابا هم الكافرون لأنهم يتعرضون للشدائد والقربات ويكونون قد خسروا كل شيء خسروا كل شيء وليس عندهم فرصة جديدة الفرصة الجديدة هي في الدنيا نقولها ونرددها فرصة ثانية لكن في ذلك المقام ما في فرصة ثانية لأن كل يوم لما ينام الإنسان ويستيقظ هو فرصة ثانية يعطيها الرب العالمين لعباده كل يوم الله تعالى يعطينا فرصة جديدة وفرصة ثانية لكي نتوب ولكي نصحح المصار لكن متى وقع الموت والبعت والنشور ما في فرصة ثانية فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ثم يقول الله تعالى بعد ذلك ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومغدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا يتحدث ربنا عز وجل عن نموذج من نماذج البشر الذين فيهم الطغيان والاستكبار ودائما يعارضون الدعوة الإسلامية ودائما ينتقدون أصحاب الدين ودائما يقفون حجر عطرة أمام تبليغ أمر الله والمقصود في الآية هو نموذج رجل لهو الوليد ابن المغيرة تحدثنا عنه في حلقة الأمس الوليد ابن المغيرة هو الذي كان وحيد كان بمفرده وكان يطلب أن يعطى الأولاد فأعطاه الله تعالى أولاد كتر دكورا وإنت وكان هؤلاء الأولاد كبار وصاروا أصحاء وشجعان وفرسان ومن بينهم هناك السيف الله المسلول خالد ابن الوليد من أولاده كان وحيدا فطلب أن يعطى الأولاد فأعطاه الله الأولاد وكان فقيرا أراد المال فأعطاه الله المال الكثير حتى صار أغنى أغنياء العرب عنده المئات بل الآلاف من الجمال قوافله كانت فيها المئات من الجمال وكانت تكون محملة بالأموال والتراوة الطائلة وكان وحده يزين قريشا بكاملها فلما طلب من الله الأولاد أعطاه عشرة الأولاد دكور ولما طلب المال أعطاه المال ممدود ثم طلب التسهيل في الحياة أراد أن يكون عنده القبول بين الناس وعنده سلطة سياسية وكلمة مسموعة وراية مرفوعة أعطاه الله كل هذا لكن لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة شعر بالغيرة قال أنا أولى بمحمد من النبوة أنا أولى منه بالنبوة أنا أولى كان شاعرا وكان مفكرا وكان فيلسوفا وكان بليغا فقال أنا أولى بالنبوة محمد كان راعي الغنم وكان أمي وكان يتيم وكان أبطر لا أصول له ولا فروع أما أنا الوليد فعندي الأموال وعندي الأولاد وعندي الحضوة السياسية أنا أولى بالنبوة هذا معنى قوله ثم يطمع أن أزيد أراد أن يزيده الله إلى جانب المال والأولاد والحضوة أن يزيده النبوة ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تمهيدة ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودة كان عنيدا معاندا مكذبا للقرآن وللوحي من أبشع الصفات التي يدمها الله تعالى صفة العناد العناد والعيد بالله هي صفة مرتبطة بإبليس إبليس عنيد لما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآذما سجدوا إلا إبليس ما الدافع أنه معاند إبليس عنده العناد حتى يقال بأن سيدنا موسى عليه السلام أراد أن يتدخل بين إبليس وبين الله تعالى قال يا إبليس ألا ترى بأن الحياة صارت مليئة بالحروب الحياة مليئة بالضمار الحياة مليئة بالخراب التاريخ يشهد ما نراه الآن في عصرنا هذا هذا شيء قليل مما وقع في التاريخ القديم أناس كانوا يبادون وقبائل ودول عظيمة كانت كلها تسفك دماؤها فسيدنا موسى نبي الله الكليم لم يعجب هذا الوضع وأراد أن يتدخل بين الله تعالى وبين إبليس قال لي يا إبليس لماذا أنت تنشر هذا الشرع لماذا أنت معاند لماذا تلقي في قلوب العباد الحقد والكراهية فيتحاربون ويتقاتلون ويسفكون الدماء لماذا يا إبليس قال لي أنا ربك قد غضب علي وأنا دوري وأنا أفعل هذا الأمر قال لي إن سمحت لي يا إبليس أنا عندي مقام رفيع عند الله وألقيت عليك محبة مني سيدنا موسى كان محبوب عند الله فقالي سأذهب عند ربي وأطلب منه أنه يسامحك ونبدأ صفحة جديدة ونتوقف عن الشر ونتوقف عن الإفساد في الأرض والناس كلهم يسرون مثل الملائكة لا أحد يؤذي أحدا كلهم أبرياء كلهم صالحين قال لها إبليس أنا موافق لكن أطلب من ربك أن يغفر لي ويقبلني فذهب سيدنا موسى عليه السلام إلى ربه وقال يا ربي أطلب منك أن تسامح إبليس وأن تغفر له ليكف عن الشر والعالم كله يصير آمنا مطمئنا قال يا ربنا عز وجل أنا موافق ولكن بشرط أن إبليس عليه أن ينفذ أمرا أمرته به أنا أمرته بأمر واحد ولم ينفذه قل له أن نفذ أمري وأفعل فذهب موسى عند إبليس قال ربك عز وجل قبل هذا العرض وسوف يسامحك لكي يكف الشر على العالم ولكن بشرط أن تفعل الأمر قال لي أي أمر قال لي الأمر الذي أمرك الله قال نعم أعرفه أمرني بالسجود لآدم أمرني بالسجود لآدم ولكن يا موسى اذهب عند ربك ارجع عنده وقل له إن آدم قد مات منذ آلاف السنين وانتهت قصته فرجع موسى عليه السلام إلى رب العالمين وقال يا رب إن آدم قد مات وقال لك إبليس بأن قصته انتهت قال لي لا قال إن إبليس يعرف قبر آدم إن قبر آدم معلوم عند إبليس قل له يذهب عند قبره وليسجد له كما أمرته وسوف أسامحه وأغفر له وبذلك ينتهي الشر من العالم فذهب سيدنا موسى عليه السلام إلى إبليس وقال ربك عز وجل قبل العرض لكن قال لك لا بد أن تسجد لآدم فإنك تعرف قبره فاذهب إليه واسجد له وربك سوف يسامحك فإذا بإبليس تتصاعد عنده موجات العناد فقال كيف تقول هذا يا موسى إنني لم أسجد له حيا ثم تطلب مني أن أسجد له ميتا في قبره والله لن أفعل فصار إبليس أشد عنادا العناد هو خاصية مرتبطة بإبليس وكل إنسان فيه عناد اعلم بأن بعده سيأتي الشر سيحصد الشر كل من يزرع الشر يحصد الشر والعياد بالله هذا العناد خلق ذميم قد يتسرب إلى الحياة الزوجية فيكون أحد الأطراف إما الزوج أو الزوجة فيه عناد فيكون هناك الغضب ويكون هناك الخراب وليس الطلاق فقط الحرب بعد الطلاق حرب عائلية بعد الطلاق وقد يكون العناد عند المستخدمين في قطع معين إما في شركة أو في وزارة أو في أي مجال من المجالات أحد الأطراف فيه العناد إما رب العمل وإما المستخدمون كما نراه في بعض الأعمال النقابية والدفاع عن الحقوق تجد هناك عناد الناس مبغوشي يتنازل نهائيا توهم يتنازل من جهته ماذا نحصد شرا لأن بعد العناد هناك الخراب والشر واقس على ذلك فالإنسان إذا استطاع أن لا يكون معاندا أن يكون متسامحا متنازلا سيكون رابحا هو ومن معه فربنا عز وجل أعطانا هذا النموذج البشري الوليد ابن المغيرة الذي قال فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كان عنيد لا يريد أن يسمع ولا أن يخضع ولا أن يتفاهم ما مصيره سأرهقه صعودا كل عنيد سيرهق صعودا يعني عذابا وإرهاقا ومشقة لا راحة له منها بعد ذلك الوليد ابن المغيرة سيقول له المشركون يا محمد اذهب عند يا الوليد اذهب عند محمد واسمع منه القرآن فذهب الوليد ابن المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اتلوا علي مما تزعم أنه قرآن فاتل عليه النبي الكريم جانبا من الذكر الحكيم ثم خرج على قومه مصفرا يرتعد فقال أيها الناس يا معشر قريش دعوا ما بينكم وما بين هذا الرجل إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغذق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه هذا كلام عظيم ما يقوله محمد فقال له إنه كلام الشعراء قال كلا ما هو بقول الشعراء قال له إنه كلام المجانين قال كلا ما هو بكلام المجانين قال إنه كلام الكهان قال لا ما رأيت الكهان تتكهن بهذا قالوا إنه كذاب قال هل جربتم عليه شمن الكذب ثم قالوا له يا ابن المغيرة لقد سحرك محمد هنا سوف يفكر وسوف يقدر ويقلبها فقال نعم إن محمد ساحر ألا ترون أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الأولاد وأبائهم محمد ساحر وبعد تفكير قال هذا الكلام لهذا ربنا عز وجل سوف يصف لنا هذا المشهد ويقول إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوتر أي سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر الله تعالى يصف لنا المشهد النفسي لهذا الرجل العنيد لا يريد أن يعترف بصدق نبوة سيدنا النبي فماذا قال إنه فكر وقدر أي فكر في نفسه وأعاد التقدير وقال إذا اعترفت للناس بأن محمد نبي سوف تقوم له قائمة ويفتدح أمر بين الناس إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر يعني كيف تأمل وبدأ يفكر وعبس بوجهه قبض ما بين عينيه وظهر عليه الغضب وبصر اشتد به العبوس وسود وجهه وضقت عليه الحيل ولم يجد ما يطعن به فقال ثم أدبر واستكبر أي عرض الحق ولم يعترف به ماذا قال في الأخير قال إن هذا إلا سحر يوتر أي ما يقوله محمد في من القرآن الذي أتى به هو مجرد سحر نقله عن الأولين إن هذا إلا قول البشر هذا مجرد كلام بشر فربك عز وجل توعده بماذا توعده قال سأصليه سقر وسقر هو مقام في الأسفل من نار جهنم أنه سوف يدخل مقاما في خطير من مقامات النار يعاني من حرها ويحترق بنارها وما أدراك ما سقر أي لا يمكن أن تتخيل خطورة هذا المقام في النار مقام سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي لحما ولا شحما ولا عضما إلا أحرقت الكل لا تبقي ولا تذر صاحبها يدوب ثم يعود ينبت من جديد ويعدب مرة أخرى ثم ينبت من جديد وهكذا كلما نضجت جلدهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليه 19 أي أنها هذه النار محرقة للبشر ومسودة للجلود وهذه النار والعياد بالله هي تواعد بها الله تعالى كل من كان على سيرة الوليد ابن المغيرة كل من كان فيه العناد والكبرياء ومحاربة الدعوة ومحاربة الدين ومحاربة الإيمان هذا مصيره سأسليه سقر وما أدرك ما سقر إلى أن قال لوحة للبشر عليها 19 أي هذه النار العظيمة عليها 19 ملكا من الملائكة الأشداء حينما نزلت هذه الآية بدأ المشركون يستهزئون قالوا هذا عدد قليل محمد ربه ما عنده إلا 19 من الجنود وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 19 لقيمة لها ثم قال ربك عز وجل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا لماذا ربك قال هذا العدد ديل 19 قالوا لكي ينظر إلى الفتنة وإلى الجدال الذي سوف يقع بين الناس لأن في جزيرة العرب هناك قلة من المؤمنين اتبعوا الدين الجديد مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك الكافرون هناك المشركون وهناك أهل الكتاب كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعيشون معا في جزيرة العرب واليهود والنصارى كان يعلمون في كتبهم في التوراة وفي الإنجيل أن النار ربنا عز وجل أعد عليها 19 من الملائكة لهذا قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلى أن قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أهل الكتاب لهم اليهود والنصارى كتبهم تؤكد بأن عدد الملائكة الذين هم على عتبة سقر هم 19 فنفس الوافق العدد الذي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وافق العدد الذي في كتبهم لهذا قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب يحصل لهم اليقين ويزداد الذين آمنوا إيمانا أن المؤمنون بالله ورسوله لما يرون بأن التوراة والإنجيل موافقة للقرآن يزداد إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون لا يقع في شك من أن هذا القرآن هو من عند الله كما كان التوراة من عند الله والإنجيل من عند الله القرآن جاء موافقا لأهل الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يعني يقع الجدل في هذا العدد ما الذي أراده الله تعالى بهذا العدد فيجيب الحق سبحانه وتعالى أن المقصود هو أن الله يميز بين المؤمنين الصادقين المستسلمين لأمر الله وبين الكافرين الجاحلين المجادلين كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء أن هذه الأمور الله تعالى ينظر أهل الإيمان يسلمون ولا يجادلون وأهل الشرك والنفاق والإلحاد دائما يسخرون ودائما يجادلون ولا يهتدون لنور الإيمان لذا قال بعد ذلك كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو أي أن جنود الله لا ينحسن في التسعة عشر جنود الله عددهم لا يحصى جنود في الأرض وفي السماء على عدد قطرات المطر وعلى عدد أوراق الشجر وعلى عدد زخات الأمطار وحبات الرمال جنود الله لا يعدون ولا يحصون وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود في السماء وجنود في البر والبحر وفي كل مكان وما هي إلا ذكر للبشر أي أن هذا الأمر ما هو إلا تذكرة وموعظة ليعرف الناس عظمة ربهم ويخافون عذابه ويتقونه سبحانه وتعالى ثم قال كلا والقمر والليل إذا أضبر والصبح يد أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الله تعالى قال بأن كل هذه الأمور وأقسم بمجموعة من الظواهر الكونية أقسم بالقمر وبالليل إذا أضبر والصبح يد أسفر ربنا يقسم بمشاء أقسم بالليل لما يذهب وأقسم بالصبح إذا أضاء وظهر وأقسم بالقمر إذا اكتمل وهو الخالق لهذه المخلوقات إنها لإحدى الكبر يعني أن هؤلاء الذين يجادلون في الله إحدى العظائم والله تعالى جعل كل هذا نذيرا للبشر هذا إنذار وتخويف للناس أيها الناس أنتم في هذه الحياة الدنيا لستم أحرار إنكم عبيد لله الله تعالى هو الإله وهو ملك الملوك وقد جاءكم بدين وعقيدة والشريعة وطلب منكم أوامر ونهاكم بنواه عليكم أن تتبعوها وإلا فقد أعظر من أنظر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر من أراد أن يتقدم بالطاعات ويبلغ الدرجات العالية في الجنة فعليه أن يخضع لأمر الله ومن أراد أن يتأخر ويدرك الدركات السفلة في النار جهنم فليرفض هذا العرض فهكذا ربنا قال ثم انتقل فقال كل نفس بما كسبت رهينة يعني كل نفس هي مرهونة محبوسة بما كسبت من أعمال وطائرها في عنقها فالمسؤولية الشخصية هي في علاقة كل إنسان مع الله ومع الناس كل نفس بما كسبت رهينة فلا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزر أخرى فالناس كل سيكون يوم القيامة آخذ بكتابه إما بشماله وإما بيمينه كل امرئ بما كسب رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون ربنا يخبرنا عن ما سيقع في الدار الآخرة أن البشر كلهم يكون محبوسين مرهونين إلا أصحاب اليمين أهل الإيمان واليقين هؤلاء أحرار طلقاء ربنا يتغمدهم في رحمته ويأدى لهم بدخول جنته إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عما يتساءلون وهم فريحين مسرورين يتساءلون عن المجرمين يقولون الذين كنا معهم في الدنيا في عراق وكنا معهم في جدال لأن ربك عز وجل يوم القيامة سيجمع الناس كلهم كل عصر في وحد الناس في صراع الناس كتسرعوا إما فكريا وإما كتسرعوا جسديا وإما مصالح متعددة كل هؤلاء المتصارعين سوف يجمعهم الله تعالى فئة المؤمنين يكون في موقف أهل اليمين عمهم الفرح وقد دخلوا دار السلام دار الأفراح وتناعموا في نعيمها وينظرون من علن فيرون خصومهم من المجرمين يرونهم يتعدبون في سقر فيسألونهم هل أنتم مطلعون هل أنتم مطلعون فيطلعون في وسط الجحيم فيرون من كانوا أعداء لهم في الدنيا في عراق وصراع وجدال يجدونهم يعدبون في سقر فقالوا لهم ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر هذا حوار الحوار سيكون حتى في الدار الآخرة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين لما يقع هذا الحوار بين أهل الإيمان وأهل الشرك والعياد بالله وقد رأوهم في سقر وسقر هي مستقر المجرمين لا قارار لها نار حامية تأكل البدن لا تبقي ولا تضر إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر ذوقوا ما سسقر والعياد بالله فيقول ما الذي دفعكم ذلك قالوا السبب الأول أننا لم نكن من المصلين أول سبب جعل المجرمين يدخلون إلى النار أنهم لم يكنوا من المصلين لأن الصلاة هي العلاقة التي تربط بين العباد وبين خالقهم عز وجل كل من لا يصلي فهو مهدد بسقر والعياد بالله والنبي الكريم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فالصلاة هي الفاصلة بين إيمان العبد وكفره قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين أي هؤلاء الناس كانوا في الدنيا قلوبهم قاسية لا يطعمون المساكين ولا يخرجون صدقات ولا يعطون زكوات فأساء للخالق وأساء للمخلوق لم نكن من المصلين إساء للخالق لم نكن نطعم المسكين إساء للمخلوق ثم بعدها قالوا السبب الثالث قالوا وكنا نخوض مع الخائضين أي كنا نخوض بالباطل كنا ننعق خلف كل نعق كل من سخر إذا سخر سخر أو اغتاب غائب أو نمّ سخرنا معه واغتبنا معه نمّ من نعه دون فحص ولا بحث وتحقيق وهم مع الجماعة إذا كانت الجماعة فاسدا فهم فاسدون وكنا نخوض مع الخائضين وربنا عز وجل يقول إياكم أن تكونوا مع الخائضين كل واحد فينا مسؤول عن أعماله وأقواله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هدوما الأسباب لخلهم يمشيوا إلى سقر لم نكن من المصلين ما سأكون في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين الداهي الكبرى أنهم ختموا تعاستهم بماذا؟ أنهم كانوا يكذبون بيوم الحساب يقولون نحن نعيش في الدنيا وبعد الموت نصير إلى عدم ليس هناك لا يوم دين ولا يوم بعث ولا يوم نشور ولا حساب يكذبون بالدين حتى أتانا اليقين اليقين هو الموت لأن الإنسان قد يكون فيه جدال لا يؤمن بالدين لكن لما يأتيه ساعة الاحتضار يكشف عن عينيه فيرى كل شيء يرى كل شيء حقا ولهذا عدد كبير من الفلاسفة الكبار اللي كانوا ملحدين تبت أنهم في آخر أعمارهم بدأوا يعترفون بالخالق ومن أبرزهم عقل فرنسا عقل فرنسا الذي كان فيلسوف الوجودية جون فو سارتر كان وجوديا وكان لا يؤمن بالأديان ويقول هي خرافات أنتجها العقل البشري وكان يقول بأن الإنسان يعيش ثم يموت وينتهي ويدب إلى الفناء لكنه لما كاد يحتضر قال لزوجته ايتني بقسيس يقرأ علي صلوات الندم جبوا ليفقه يقرأ علي شبارك ايتني بقسيس يقرأ علي صلوات الندم فالتلاميديا للفلاسفة قالوا يا كبيرنا أنت لا تؤمن بهذا قال إن استطعت أن أخذع النسا كلهم لن أستطيع أن أخذع نفسي وتقول زوجته إنه كان يشخص ببصره وذلك اللحظة لما يحتضر الإنسان يذهب الفكر وتذهب الفلسفة وكتمشي الفهم كلها ولا يبقى إلا اليقين حتى أتانا اليقين ربك يكشف عن الأبصر فيرى الإنسان ملك الموت ويرى الكفن ويرى الطريق إما إلى الجنة أو الطريق إلى النار والعياد بالله ثم قال حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني في هذه اللحظة لن ينفعك أي مسؤول أو منظمة أو جهة كنت تسخرها لخدمة مبادئك وأهدافك يعني ما فيش ما في لا منظمة عالمية ولا حكومات ولا أموال ولا تروا لا ما فيش نهائيا الإنسان يكون عاري الجسد وحافي القدمين فما تنفعهم شفاعة الشافعين الإنسان لا ينفعه إلا عمله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لهذا ربك عز وجل يذكرون ويدكر كل الخلق فيضيف فما لهم عن التذكيرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة لماذا هؤلاء المشركين وهؤلاء المجادلين وهؤلاء المشككين ينصرفون عن القرآن ويعرضون عن ما فيه من إرشاد ومواعد فما لما تنكر المواعد لماذا كأنهم حمر مستنفرة يعني كأنهم حمر وحشية الحمار الوحشي الذي يكون في الغابة مخطط فيه الأبيض والأسود فرت من قسورة الأسورة هو الأسد لما ترى الحمر الوحشية الأسد أو النمر كلهم يفرون هروبا شديدا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يوتى صحفا منشرة أي هؤلاء المجادلون المشاكسون كل يطمع بأن يكون هو النبي وهو الذي أولى بأن يختاره الله تعالى ويعطيه الرسالة وكل يعتز بعقله ويعتز بفكره ويرى بأنه هو الذي على صواب هو الذي على صواب والناس على خطأ حتى قيل لما وزع الله الأرزاق على الناس لا أحد أعجبه رزقه ولما وزع علينا العقول كل قال عقلي هو الأكبر فهؤلاء من هؤلاء بل يريد كل مرء منهم أن يوتى صحفا منشرة أن تنزل عم السماء كتابا مفتوحا ولا يكون محمد هو النبي لأنه مجرد أمي وراعي الغنم فقالت على كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة هؤلاء لا ينظرون إلى البعث والنشور ينظرون فقط إلى تحت أقدامهم ينظرون إلى الدنيا اليوم ما يكسبه اليوم ما يستمتع به اليوم ما ينتفع به اليوم لا ينظر إلى المستقبل الذي ينتظره إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هذا اتعاض وعظ به الله تعالى من أصحاب العقول والقلوب فمن أخذ به انتفع بهداه ومن تركه فلا يلومن إلى نفسه وما يذكرون إلا من يشاء هو أهل التقوى وأهل المغفرة فربك عز وجل في نهاية هذه الآيات يذكر بأن الذي سوف يفوز والذي سوف يكون من أهل الخير هم من أخذ هذه الذكرى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ومع هذا فربك نهى الكلمة نهى الصورة بأهل المغفرة أنه يغفر لعباده فقط عليهم أن يندموا وعليهم أن يقبلوا على ربهم ويتذكروا وسوف يجدون بأن ربهم غفور رحيم هو أهل التقوى وأهل المغفرة بهذا يختم الله تعالى صورة المدثر نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من عباده الأبرار الأخيار إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة